نعم ملي حديثي اما قناتتو نمك من يبيري ناقتان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمته عن عبد الله بن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقالت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمنة بكل خير على كل حال إِنَّ نَفْسَهُ تُنزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُلِي حَدِيسِ عَبْدِ اللَّهِ بُنْ عَبَّاسَ هُمْ كُنُوا تُقَابِبُونِي تُقَابِنِيُّكُمْ تُوِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلِي جِهِ يَلِي رَقَى كُوِيرَ رَحْمَةً تُقَابِنِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ترجمة نانسي قنقر 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 عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعوم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وهو ابن سليمان عن هلال بن عالي عن أنسي قنقر نانسي 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 قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر